التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والأوضاع بالمنطقة استعرض الاتصال نتائج جولة مفاوضات الدوحة على مدار اليومين الماضيين بشأن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وعن الوضع الإقليمي أكد الرئيس السيسي استمرار الاتصالات مع مختلف الأطراف في المنطقة للحث على عدم التصعيد وضبط النفس مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف الاتصال تطرق أيضا للوضع في السودان حيث شدد الرئيس السيسي على الموقف المصري المبدئي من الأزمة السودانية وحرص مصر على وقف إطلاق النار بشكل عاجل وتثمينها لكافة المبادرات ذات الصلة يترأس رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبال اجتماعا اليوم بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن مجلس الشيوخ ورؤساء الأحزاب السياسية والحوار الوطني وعدد من الشخصيات العامة ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك تمهيدا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتني بلينكين سيتوجه إلى إسرائيل اليوم بهدف مواصلة الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أنه لا ينبغي لأي طرف في الشرق الأوسط أن يقود جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح المحتجزين وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده أن الاتفاق بات يلوح في الأفق استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على خيام النازحين وعدة مناطق بمدينتي غزة وخان يونس وشن طائرات الاحتلال غارة على شارع صلاح الدين الرئيسي بين كافة مناطق القطاع وفي منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس كما شن طائرات الاحتلال ثلاث غارات في محيط المدخل الجنوبي لبلدة الزويدة وحي الشيخ ردوان وسط قطاع غزة فيما نسف كيش الاحتلال مباني سكنية بحي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية سجلت وزارة الصحة الفلسطينية أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية وذلك في مدينة دير البلح لطفل يبلغ من العمر عشر شهور لم يطلقى أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال وأكدت الوزارة أنها ستنفذ حملة تطعيم خلال الأيام القليلة المقبلة تستهدف الأطفال تحت سن عشر سنوات حيث تم توفير مليون ومئتي ألف جرعة من تطعيم النوع الثاني بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيساف وشددت وزارة الصحة الفلسطينية على أن استمرار العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة قد نجم عنه كارثة صحية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طول كرم شمال غرب الضفة الغربية وأفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن آليتين عسكريتين اقتحمتا المدينة من محورها الجنوبي وجابتا شوارع المدينة وفي سياق متصل اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة يعبد غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة أطلق خلالها الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيلي للدموع قتل تسعة أشخاص على الأقل من بينهم أطفال بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان كما أفادت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة غير نهائية وأفادت الوزارة أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة وادي الكفور في النبطية في جنوب لبنان أدت إلى استشهاد تسعة أشخاص من بينهم امرأة وطفلاها بالإضافة إلى إصابة خمسة بجروح من بينهم اثنان إصابتهما حريقة هذا وأعلنت قوات الاحتلال أن الغارة الإسرائيلية على النبطية في لبنان استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر